الاستقواء بالأجنبي قبلناها فهمناها ما خليتوا مكان ما استقويتوا من أوباما لا هالكبر جواسة سويلة صحيح كل ما ليقولك فعلا وايخ يطول هالأيوم المهم لا يطيع الوقت والله ما عندي وقت والله العظيم يا جماعة حسافة امراض انه يستقوون بالأجنبي الحين بتشوفون بمن يستقوون هالبوعصيل وصلات بكم حط الخبر وبعلق عليه وبعلمكم منه ودي حط الخبر وإلى التفاصيل حيث أكد المسؤول الكبير السابق في جهاز المخابرات الأمريكية الأكاديمي إيميل نخلة أن مشكلة سياسة الولايات المتحدة في البحرين هي افتقادها للوضع وحاجتها للإصرار وأضاف نخلة في تصريحات خاصة لقناة اللولواء أن الرئيس أوباما أكد أن على الحكومة التفاوض مع المعارضة مشيرا إلى المخاطر التي تحيط بالأمريكيين من السياسات الحكومية القائمة وإلى ضرورة لجم التدخلات السعودية في البحرين مسؤول سابق في جهاز المخابرات الأمريكية إيميل نخلة رديتوا على المخابرات الأمريكية تتعاطون وتتعاملون معاها وتستشدون بها ضد وطنكم المخابرات السي اي 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 احنا الأول أجنبي عندنا احنا يوم في الحركة الوطنية حيب تتصل به ومشبوه إذا اتصلت باليوم تستشدون بالسي اي 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 عمله عبالكم كم سنة مشتغل به خمسة عشر سنة مشتغل في المخابرات المركزية الأمريكية في السي اي اي خططهم كبير ضباط المخابرات رئيس وحدة التحليل مخابرات أمريكية قاعدين تستشدون بها ضد بلادكم أكيد المخابرات لها هدف غير غير هدف بلادكم أكيد لها هدف غير وهدف خطير تستشدون بالمخابرات المركزية الأمريكية السي اي 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 هل لها الدرجة وصلتها علاقاتكم أصبحت مع السي اي اي واستشهداتكم بها ضد وطنكم وين الوطنيين وين الانتماء مشبوهين مع المخابرات في خططهم تستشدون بهذا المشبوه عميل نخلة أو سمم حصن من المخابرات من السي اي اي عمل ضد الدول العربية والآن يعمل ضد الخليج العربي ما لقيته الذي اقول انه بوك حط لي فاصل اعزائي طبعا هذي مثل ما قلت لكم في هذه الحلقة احنا يعني الحلقات اللي يمكن نتوقف لنا اسبوعين ثلاثة او بالكثير مثل ما ذكرت لكم شهر لتجديد فقراتنا ليعطاء نفسنا فرصة ان احنا نتشاور ان شاء الله ونأتيكم بشكل جديد في الفقرات انا مستعيل بسرعة بسرعة واقول لكم مشكورين ومع السلامة وفهمنا اشتركوا في القناة